اشتركوا في القناة بولايات أقصى الغرب على وهران تلمسان وأيضا على مست غانم 13 درجة أيضا سوف نسجلها على تيزي والزوبيجا وأيضا على بويرة بأقصى الشرق بعنبا سوف نسجل في حدود 14 درجة وبالمرتفعات الداخلية درجات الحرارة سوف تنخفض سنسجل في حدود 7 درجات فقط على الجلفة 9 درجات على البيض وبالمرتفعات الداخلية الشرقية سنسجل من 9 إلى 8 درجات بكل منصتي في منطقة الأوراس وأيضا على بشمال الصحراء سوف نسجل في حدود 15 درجة بغردية ومنطقة الواحات 21 درجة بالصحراء الوسطى على أدرار تيميمون وأيضا بعنصالح 16 درجة على بشار 19 درجة سوف نسجلها على تيندوف بتمنراست سوف نسجل في حدود 14 درجة وبالجنوب الشرقي من الوطن سوف نسجل في حدود 16 درجة بإيليزي وعنمنا 14 درجة على جانيت و24 درجة بأقصى الجنوب ببرج برج مختار وأيضا بعنقزام بالنسبة لحالة التقس المتوقعة خلال صباحة الغد السماء سوف تكون ملبدة بغيوم مؤقتة على شمال البلاد بالجزائر العاصمة تيزيو الزوبيجا وصولا إلى السواحل الشرقية مع احتمال سقوط أمطار على المرتفعات الداخلية الشرقية فيما يخص الجنوب الكبير سوف نشهد سماء مغشات بسحب كتيفستهم جنوب أدرار ووسط الصحراء ويبقى النشاط الرعدي متواصل على تيندوف مع نشاط زوابع رملية بالصحراء الوسطى تحت تأثير الرياح القوية بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى والمتوقعة لظاهرة الغد سوف تكون منخفضة حيث سنسجل 22 درجة فقط على الجزائر العاصمة وضواحيها 24 درجة على شلف نفس المغياس بولايات أقصى الغرب على وهران تلمسان وأيضا على مصد غانم 21 درجة سوف نسجلها على تيزيو الزوبيجا وأيضا على بويرا بأقصى الشرق بعنبا سوف نسجل في حدود 22 درجة 19 درجة على الجلفة نفس المغياس على البيض بالمرتفعات الداخلية الشرقية سوف نسجل من 18 إلى 20 درجة بكل من الصيف منطقة الأوراس وأيضا على تبسة بشمال الصحراء سوف نسجل من 27 إلى 31 درجة بغردايا ومنطقة الواحات 36 درجة بالصحراء الوسطى على أدرار تيميمون وأيضا بعنصالح 26 درجة على بشار 24 درجة سوف نسجلها على تندوف بـ 8 راست سنسجل في حدود 31 درجة وبالجنوب الشرقي سوف نسجل في حدود 28 درجة بإيليزي وعنامناس 31 درجة على جانعة و37 درجة بأقصى الجنوب ببرج بجي مختار وأيضا بعنقزان بالنسبة للملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر سوف يكون من هذا إلى قليل الإطراب على طول الشريط الساحلي اتجاه رياح سوف تكون شمالية غربية قرب الشواطئ الغربية من شواطئ وهران إلى غاية شواطئ بنصاف سرعتها سوف تصل إلى 30 كم في الساعة وسوف تكون شمالية شرقية قرب الشواطئ الوسطى والشرقية من شواطئ الجزائر العاصمة بجاية عن نبا إلى غاية شواطئ القالة سرعتها سوف تصل إلى 40 كم في الساعة نختم نشر الجوية بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس الشروق على السابعة وثمان دقائق أما الغروب سوف يكون بحول الله على الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة بهذا نأتي إلى ختام نشر الجوية التي قدمناها لكم من قناة نوميديا شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة سهرة طيبة مع بقية البرامج في أمان الله اشتركوا في القناة